اصحاد الله ووقاتكم مرحبا بكم تبني اعزائي في هذا الفيديو. فيديو خفيف ضريف سوف نتكلم عن حد اه مواضع جميلة ده حاببت نشارك معكم. هو الموضوع بكل بساطة هنا كيف يمكنك تكسب دخل اضافي باستخدام اه تويتر. اه طريقة جميلة خفيفة. اه يمكنك تكسب دخل اضافي اه عن طريق تدول العبلات. ولكن عن طريق اه نسخ اه وتتبع او اه استلهام افكار اه من اه اه متداولين اخرين. وبالضبط انا سوف اشارك معك اه حسابين. وتابعهم تقريبا منذ ثلاث سنوات. اه اه تأكد في خضمها الثلاث سنوات انه المعلومات التي يشاركونها ما شاء الله. سوف دمعك بالحساب الاول. حساب الاول هو اه حساب مستر ابراهيم. مستر ابراهيم اه ما شاء الله عليه في عنده حساب في مجموعة من المعلومات. يشارك بين الحين والاخر المنشرية التي يشتغل عليها. وفي ربص الوقت يشارك بعض العملات. اه مع لاحظ انه العملات يشاركها عملات تكون صغيرة. اه تكون يعني مثلا سفر فاصل سفر وكذا. وكان اصلا هناك عملات هناك عملات تقريبا منها دولارين الفما فوق. فا اه اه انا اه تقريبا تقريبا ست اشهر الماضية قمت با اه متابعة استاذ ابراهيم. وبعد التغريدات احد التغريدات تكلم مع مشروع اسمه هذا. اسمه ميلادي. هذه الليدي ميلادي. هذه. تقريبا ست مرت تقريبا مية دولار. مية دولار اه كندي. تقريبا سبعين دولار اه 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 امريكي. اه 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 ا قمت بسحب رأس المال وخليت هاد الـ 48 هذه السياسة باقي العملات عادنا شايدوا معي هادا الـ هادي هي تقريبا نفس شيء هاد العملة تكلم عليها أستاذ إبراهيم كل ما عليك أن تقوم بمتابعة أستاذ إبراهيم وبين الحين والآخر سوف تلاحظ أنه سوف يتكلم عن مجموعة من المشاريع أنت اختار المشروع الذي ترتاح فيه ويستمر فيه كما يقول أستاذ محمد أخ محمد تمنحدة يعني لا تستمر مبلغ ليس بمقدورك تحمل خسارته وإنما تستمر مبلغ صغير عشر دولار عشرين أنا أستمر مئة دولار بدون أي مشكل لا أستمر فوق مئة دولار لأنه يمكنني أن أحصل على أجراء تقدمارية المهم أستاذ إبراهيم استمرت عن طريقه في عملة ريزرف رايت وعملة الميلادي هذه العملة عملة تقريبا استخدمها منذ عشر سنوات أنا أعتقد عملة سادجة وغبية خسرت فيها شيء دمائي لكن استمرت فيها عن طريق الاكتتاب فإلا هي لا علاقة لها بفيديو اليوم لكن أنا أرتكب أيضا أخطأ وهذا يدخل في إطار التجريبة لا أتذكر كم منذ متى استمرت فيها لكن تقريبا نعمل تقدس تمانية وست سنوات لا أتذكر بطلق في عدنا السولانة دخلت فيها عن طريق الحساب الثاني الحساب الأول هو أستاذ إبراهيم سوف تجدون رابط له في الوصف قوموا بمتابعة أستاذ إبراهيم الحساب الثاني هو حساب الأخ محمد الحساب الأخ محمد تعرفونه قام بنشر منشور على تويتر قام بالرد على إيلون ماسك وإيلون ماسك قام بتعقيب عليه حساب معروف ذكره ثم ذكره في الأخبار إلى ما غير ذلك كل ما عليك وأنك تقوم بمتابعة الأخ محمد والأخ محمد بين الحين والآخر يشارك بعض تغريدات مثلا مثلا يعقوب بالتعقيب على الناس يقوم بالتفاعل معهم ومثلا في هذه الحالة يقول لك استثماروا مثلا في هذه العملة وقوموا باستثمار في هذه العملات الصغيرة هذه عملات الميم كوينز التي تشتغل على نظام منصة البلوكتشين فأنا متابعة أحمد أخ أحمد تقريبا سنتين واستثمار في مجموعة من عملات عن طريقه كانت السولانا هادي السي ار في اير بي اذاكس سوي وشيده معي ريزيرف رايتا اسمالي يرتفع بمئة وستخمسين دولار أنا شريط تقريبا ثلاث أصفار ثلاث مئة وثبعين ثماني وليوم ثلاث أصفار واحدة وثمانية وثبعين يرتفع اسمالي بنسبة مئة وثمنتاش السولانا شيده معي تسلاث مئة وثمان دولار السي ار في تقريبا أسبوعين ستمرت فيه وشيده معي يرسر فيه فأنت ما ستقوم بيا سيدي سوف تقوم بمتابعات محمد الأخ إبراهيم وسوف تقوم بقراءة مجموعة من التغريدات التي ينشرونها وحاول فهم السياق الموضوع لما غير ذلك وبين الحين وآخر يشاركون بعض تغريدات يقول لك يشتري هذه العملة يشتري هذه العملة ولاعب بأنك مثل هنا بيننس حدفت هذه العملة وإذا عندك الأسمال يمكنك استثمار في هذه العملة فهذه العملة سوف تدخل عليها أنت لما تكون تمنع مخفض أو مثلا تكون في القاع عشرين من القبيل ومثلا تستطمع مثلا هذه العملة تستطمع في عشرين دولار هذه عشرين ودي عشرين وتنتظر يومين أو سبوع شهر وسوف ترساف بإن الله وسوف تكسب المال وآيصلا مسألة جهة مهمة لا تدخل برأس مال كبير وإذا قدر الله لم تكسب المال فكل ما عليك أنت تتضير وهذا هو السوق يعني سوق ومغامرة لكن تأكد أنك لا تستثمر بمبلغ اللي يمكنك تحمل خسارته طريقة بسيطة أشغل عليها أدخل برأس مال صغير ومئة دولار في كل عملة بينها بعد أحيانا أدخل بعشر عشرين لكن رأس مال هو مئة دولار على أبعد تقدير ولما ترتفع في العملة أسحب برأس المال وأترك الربح هذه السياسة التي تعلمت عن طريق الأخ محمد وإنك لما تستمر في العملة مئة دولار والعملة مثلا ارتفعت مئة وخمسين فيمكنك السهل مئة دولار واترك خمسين إذا ما عندك مشكلة مثلا ضعت منك هالمئة دولار ما عندك مشكلة يمكنك تترك كل شي وتنتظر إلى أن ترتفع العملة إلى مثلا إلى سقف عالي وتبيع كل شي لكن أهم شي السياسة يمكنك تشغيل عليه ومثلا تسحب رأس المال وتخلي الربح هذا كان كل شي شايد معي هنا الناس تتفاعل مع الأخ محمد وتشارك حسابات وتشارك بعض العملات وأنت يمكنك إلقاء نظرة وتسوق العملات التي يكون عليها مستقبل جيد انتبه جيدا فهذا المجال للأقول صعب وخطير وإنما يجب عليك أن تبحث ويجب عليك أن تأخذ قرار وتتبع بإذن الله سبحانه وتعالى كامل معكم السلعيد سوف تجدون حسابات محمد الأخ براهيم في الوصف وسوف أضع لكم رابط المنصة التي أشغل عليها في التداول دمتم في رعاية الشري من العملات دمتم في رعاية الله وحفظي ومع السلامة